السلام عليكم أعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم بدنا نحكي عن شغلة مهمة في كندا بتختلف عن باقي الدول باللغة الإنجليزية معظم الكنديين نحن مقاربين على موسم الأعياد الكريسماس والنويع والهانوكا ما بيحكوا لك هابي أو ماري كريسماس ما ضمهم أنا بحكي باختلاف عن باقي الإنجليز أو اللي بيحكوا لغة الإنجليزية ليش؟ لأنه بقرب هذا الموعد اللي هو نهاية ديسمبر في عنا عيد لليهود اسمه الحانوكا وفي عيد للمسيحيين بسموه الكريسماس وفي كتير ناس اللي هو رأس السنة اللي هو نيو يير ففي كندا العلمانيين كتار والمسيحيين يمكن هي الديانة الغالبة فعشان هي كد ما بيحكو لك ماري كريسماس ولا هابي نيو يير بيحكو لك هابي هولاديز يعني هي من نظام الاحترام فإذا أنت فعلا بتعيد بأحد هاي الأعياد هابي هولاديز إلك من كندا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر